السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم وأتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة رائعة جداً أو طريقة من أسهل وأبسط الطرق هي للعناية بالبشرة بمكون بسيط جداً متوفر في كل بيت أوصان به الرسول عليه الصلاة والسلام للأكل وللدهن هذا المكون هو زيت الزيتون ولكن دائماً كما أقولهم ضروري جداً أن يكون زيت زيتون أصلي أي بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة دائماً يجب أن نحرص أن تكون زيت الزيتون أصلي 100% ومن الأحسن أن يكون زيت زيتون بكر أي من العصر الأولى بالنسبة لوصفة اليوم هي سوف تكون عبارة عن مساج مساج باستعمال زيت الزيتون فهو يعمل على علاج أغلب المشاكل بالبشرة خاصة إذا ذومنا عليه فترة من الزمن يصلح أيضاً لجميع أنواع البشرة يعالج التجعيد حتى ولو كانت تجعيد عميقة لكنها سوف تأخذ معنا فترة من الزمن لأنه صعب جداً التخلص من التجعيد لذلك يجب المذاومة والاستمرارية على هذا المأساج أيضاً يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة بالإضافة إلى أنه سوف يعالج البقع والتصبغات أيضاً هذا بالنسبة للناس الذين يعانون من الكلف سأقدم لكم طريقة بسيطة جداً للتخلص من الكلف يعني كلف حتى ولو كان كلف قديم سوف إن شاء الله تزيلونه وبطريقة بسيطة جداً سوف نضيف مكون إلى زيت الزيتون فهو يخلص من الكلف نهائياً سوف تتخلصون أيضاً من الإسمرار البقع أيضاً فهو يخلص من الكلف بشكل نهائي فبهذه الوصفة إن شاء الله سوف نعمل على إزالة التجعيد كذلك التصبغات والإسوداد في البشرة فكلها إن شاء الله سوف تختفي الوصفة كما أقول دائماً وصفاتي كلها طبيعية وآمنة وليس لها أي أضرار أو أعراض جانبية أخرى فقط إذا كنا سنستعمل هذه الوصفة أو هذا المسك فضروري جداً يعني أن نتجنب دائماً أشعة الشمس قدر المستطع لأن كما نعلم زيت الزيتون لا يتناسب بتاتاً مع أشعة الشمس فبما أننا في فصل الشتاء فتكون الشمس يعني غير ضارة ولا تضر كثيراً بالبشرة والوقاية دائماً كما أقول أحسن من العلاج لذا عندما تعملون هذه الوصفة يعني ضروري عندما تريدون الخروج من المنزل ضروري عمل واقي الشمسي لحماية البشرة دائماً من ضرار الشمس إذن بالنسبة لوصفة اليوم كما قلت هي عبارة عن مساج ولكي يعطينا هذا المساج مفعول أقوى ونتيجة سريعة فمن الأحسن دائماً أن نقوم بتقشير الوجه يعني نقوم بعمل مقشر أولاً للوجه بعد ذلك سنستعمل هذه الوصفة أو هذا المساج بالنسبة للمقشر لأصحاب البشرة الدهنية ممكن استعماله من مرتين بالأسبوع أو مرتين كل عشرة أيام أما بالنسبة لدوات البشرة الجافة فأنصح باستعمال هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة في عشرة أيام أما بالنسبة للمساج من الأحسن استعماله دائماً بالليل وإن شاء الله في مدة قصيرة سوف تحصلون على النتيجة المرغوبة بإذن الله إذن قبل ما أبدأ في هذه الوصفات أتمنى منكم حبيباتي دعمي وذلك بالضغط على زر لايك أي أعجب إذا أعجبكم هذا الفيديو أيضاً لا تنسوا كذلك مشاركته مع الأصدقاء حتى تعمى الفائدة أما إذا كنتم من الزوار الجدد للقناة فأهلاً وسهلاً بكم لا تنسوا حبيباتي الاشتراك بالقناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو أيضاً لا تنسوا تفعيل زر الجرس الصغير حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد من الخلطات والوصفات المجربة والمدمونة ولكم مني دائماً جزيل الشكر إذن على بركة الله سوف نبدأ في عمل هذه الوصفة أول شيء سوف نقوم بعمل تقشير للبشرة بالنسبة لهذا المقشر أنصح به دائماً لأنه من أحسن وأنجح المقشرات للبشرة سنحتاج فيه كأول مكون وهو مكون ممتاز جداً إذن سنحتاج هذا المكون المشهور والمعروف بالخصوص عند النساء الأسيويات لما لهم من فوائد سنحتاج هنا تقريباً مقدار ملعقة من مطحون الأرز هنا دائماً بالنسبة للأرز تريدون استعماله كمقشر فهنا لا يجب أن يكون طحن ناعم فضروري أن يكون يعني مثل حبيبات السكر ليعمل على إزالة وتقشير الخلايا الميتة التي تكون على البشرة فبنسبة لمطحون الأرز يمكنكم أخذ حبيبات الأرز العادي تقومون بتحنها يعني طحن خفيف يعني ليس ناعم ثم تحتفظون به في علبة ثم تستخدمونه يعني في التقشير تقشير البشرة، اليدين، القدمين والجسم بالكامل هنا بعدما قمنا بإضافة الأرز سنضيف مكون آخر إليه وهو الحليب السائل الكامل الدسم سنضيف هنا ما يعادل مقدار ملعقتين بهذا الشكل ما يمكنكم هنا أيضا استبدال الحليب هذا إذا أردتم تقومون بتعويضه أيضا بالزبادي أي الياغورت الطبيعي بدون سكر وبدونك دائما هنا حسب الإختيار أنا هنا قمت باستعمال الحليب السائل الكامل الدسم سوف أضيف له أيضا مكون آخر وهو رائع جدا للبشرة وهو العسل الطبيعي فهو يعمل على ترطيبها أيضا تغذيتها بالإضافة إلى أنه يزيل الخلايا الميتة على البشرة سوف نضيف هنا مقدار ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي عسل النحل نبدأ هنا في دمج ومزج هذه العناصر مع بعضها البعض حتى نحصل على مقشر هنا إذا لحظتم أن الوصفة سائلة بعد الشيء يمكنكم إضافة ملعقة من مطحون الأرز كما تلاحظون هنا أنا قمت هنا بإضافة حبيبات الأرز بهذا الشكل أصبحت لنا الوصفة على شكل كريمة بعدها سنقوم مباشرة بتنظيف البشرة جيدا بالماء الدافئ هذا لكي نقوم بتفتيح المسامات التي تكون بالوجه بعدها سنقوم بأخذ هذا المقشر نقوم بعمله أو بتطبيقه على كامل بشرة الوجه كما قلت يمكنكم استعماله أيضا لليدين القدمين ونقوم بعمل حركات دائرية كما تلاحظون هنا حبيبات الأرز فهي خاشنة يعني لم أقوم هنا بطحن الأرز طحن ناعم حتى أسمح يعني بتقشير كل الخلايا التي تكون عالقة على البشرة والتي تعطينا سواد وإسمرار في البشرة نستمر هكذا بحركات دائرية حتى نعمل على إزالة وتقشير كل الخلايا بهذه الطريقة بالنسبة لبشرة الوجه يعني نقوم بالتقشير فقط في الخدود وكذلك الجبهة والدقن يعني نتجنب دائما منطقة دائرة العينين لأنها حساسة يعني لا نقوم بتقشيرها كما قلت بالنسبة لدوات البشر الجفة تقومون بالتقشير مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة في عشرة أيام أما بالنسبة لدوات البشرة الذهنية فيمكنكم وضعها أو وضعها لمقشر مرتين في الأسبوع إذن بعدما قمنا بالتقشير نترك هذه الوصفة على البشرة تقريبا لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تتشربها البشرة بعدها سنقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد ثم سننتقل إلى عمل المرتب أو عمل مساج لإزالة التجعيد وكذلك لشد البشرة إذن بعدما انتهينا من المقشر سنقوم مباشرة بعمل المساج أو المرتب كما قلت ومن الأحسن دائما أن يكون هذا المرتب في الليل بالنسبة للمساج سنحتاج فيه تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة من زيت الزيتون كما قلت أن يكون زيت زيتون طبيعي ومن الأحسن دائما أن يكون زيت الزيتون البكر إذا توفر لديكم فسوف يعطينا نتائج جيدة وممتازة سأضيف هنا مقدار ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون بعدها سوف أضيف مكون آخر وهو جيل الصبار أو جيل الألويفيرا هنا إذا كنتم تتوفرون على جيل الصبار يعني الذي يكون على شكل نبتة فسوف يكون أحسن تقومون باستخراج هلامها يعني تقريبا مقدار ملعقة ثم تستخدمونه في هذه الخلطة أنا هنا سوف أستخدم جيل الصبار يعني الجاهز المعلب سأضيف هنا ملعقة بهذا الشكل وأبدأ في دمج المكونات جيدا مع بعضها البعض هنا يمكنكم أيضا إضافة يعني بضع قطرات من زيت زيت فيتامين أ أو كابسولة من فيتامين أ لهذه المكونات هذا إذا توفرت أما إذا لم تتوفر فيمكنكم فقط الاستعانة أو بهذه المكوناتين فقط كما قلت بالنسبة للناس الذين يعانون من الكلف يمكنكم أخذ يعني تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع مقدار ملعقة من الكركم المطحون تمزجون المكونات أو من الأحسن وضع هذه المكونات على نار هادئة يعني مع التحريك بعدها تأخذون هذه الزيت ثم تطبقونها فقط على الأماكن التي بها الكلف هذا بالنسبة لمن يعانون من الكلف فإن شاء الله تستمرون على هذه الخلطة إلى أن يختفي بشكل نهائي إذن بعدما قمنا بمجهة زيت الزيتون مع جيلال ألويفرا نطبقه بهذه الطريقة نفرذه على كامل بشرة الوجه وكذلك الرقبة ونستمر هكذا في عمل حركات دائرية حتى تمتص لنا البشرة هذه الزيوت أو هذا المرتب فهو مع المذاومة إن شاء الله سوف يزيل كل التجاعد أيضا التسبغات يعمل على إزالة الخطوط وكذلك ملئها سواء كانت عميقة أو دقيقة يعني فقط كما أقولها دائما يجب فقط الاستمرارية لأن الوصفات الطبيعية تريد المذاومة عليها لفترة معينة من الزمن نقوم بهذه الحركات بعمل حركات دائرية على بشرة الوجه وكذلك بالنسبة للخضود ثم بالنسبة للوجه نقوم بالسحب من الأسفل إلى الأعلى هكذا حتى نزيل كل الطرهولات التي تكون على البشرة تقومون بعمل هذا المساج كل ليلة قبل النوم بهذه الطريقة إلى أن تختفي إن شاء الله التجاعد بشكل نهائي فقط يجب الاستمرارية والمذاومة بعدما تقومون بعمل هذا المساج تتركون هذه الزيت تقريبا على بشرة الوجه لمدة ساعة إلى ساعتين بعدها تقومون بتنشيفها أو بمسحها بمنجل ورقي أو بفوتة نظيفة ثم تنامون بها حتى الصباح إن شاء الله تقومون بغسلها يعني بالماء الفاتر ثم بالماء البارد إذن حبيباتي كانت هذه هي وصفاتنا لليوم لإزالة التجاعد والقضاء عليها وأيضا لإزالة كل التصبغات على البشرة أتمنى أن تنال إعجابكم وإذا أعجبتكم هذه الوصفة حبيباتي لا تنسوا الضغط على زر إعجاب أيضا مشاركتها مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفة جديدة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة